بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الرابع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحل البيع وحرم الرباء لما فيه من الأضرار البالغة والأخطار المدمرة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام المعاملات ونخص في هذه الحلقة التحدث عن موضوع من أخطر المواضيع ألا وهو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا لا يقومون أي من قبورهم عند البعث إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفته لتحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما أخبر الله سبحانه أنه يمحق بركة الربا قال تعالى يمحق الله الربا أي يمحق بركة المال الذي خالطه الربا فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي منحوقة البركة لا خير فيها وإنما هي وبال على صاحبها تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة ولا يستفيد منها وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم فأخبر سبحانه أنه لا يحب المرابي وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته وتسميته كفارا أي مبالغا في كفر النعمة وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة فهو كفار لنعمة الله لأنه لا يرحم العاجز ولا يساعد الفقير ولا ينظر المعسر أو المراد أنه كفار الكفر المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم أي مبالغ في الإثم منغمس في الأضرار المادية والخلقية وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا ووصفه بأنه ظالم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة أي المهلكة ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من سلاث وثلاثين زنية في الإسلام أو من ست وثلاثين زنية وأخبر أن الربا ثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فالربا ظلم محقق لأن فيه تسليط الغني على الفقير بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل وهو محرم فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج انتهى كلامه رحمه الله وأكل الربا من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة المتواصلة قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما والحكمة في تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوهم شيئا في مقابلته وأن فيه إضرارا بالفقراء والمحتاجين لمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها ولأن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدًا لباب القرض الحسن وفتحًا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلن يلتمس طرقًا أخرى للكسب الشاق والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائمًا على أن تكون استفادة كل واحدٍ من الآخر في مقابل عملٍ يقوم به نحوه أو عينٍ يدفعها إليه والربا خالٍ عن ذلك لأنه عبارةٌ عن إعطاء المال مضاعفًا من طرفٍ لآخر بدون مقابلةٍ من عينٍ ولا عمل أيها المستمع الكريم بعدما سمعت شدة تحريم الربا والوعيد عليه أظنك تسأل ما هو الربا فأعلم أن الربا في اللغة معناه الزيادة وهو في الشرع كذلك زيادةٌ في شيءٍ مخصوص وينقسم إلى قسمين ربا النسيئة وربا الفضل وربا النسيئة مأخوذٌ من النسء وهو التأخير وهو نوعان أحدهما قلب الدين على المعسر وهذا هو أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال ويتضاعف المال والأصل واحد فحرم الله ذلك بقوله وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسره فإذا حل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره وإن كان موسراً كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره النوع الثاني من ربا النسيئة ما كان في بيع كل جنسين اتفق في علة رب الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وكذا بيعوا جنسٍ بجنسٍ آخر من هذه الأصناف مؤجلة وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها ولعلنا في الحلقات القادمة نبين العلة إن شاء الله أيها المستمع الكريم إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنتحدث معك عن النوع الثاني من أنواع الربا وهو ربا الفضل فإلى ذلك الحين أستودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين